اشتركوا في القناة بعدما خففت ضغط التنقل بمحاور تضم تجمعات سكنية كبيرة ومن جانبهم عبر عدد من مستعملي وسيلة النقل الأولى من نوعها بالمملكة عن استحسانهم المستوى خدماتها وجودة تجهيزاتها ولفتوا الانتباع إلى أن الأمر كيتعلق بإضافة نوعية للنقل العمومي ببلادنا تمن تذكرة الرحلة الواحدة عبر هذه الحافلات حدد في ستة دراهم كما تتيح تذكرة أو بطاقة الاشتراك مواصلة الربط بين الباسواي والترامواي في حدود 30 دقيقة بشكل مجاني أما الفلوب فهي الشائعات لكتحاصر المشاهير أينما حلوا وارتحلوا هذا الأسبوع راجع على منصات التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن الممثل المغربية فاطمة الزهراء بن ناصر مصاب بمرض السرطان الخبر أرفق بصورة قصت فيها الفنانة شعرها ومن صفحة إلى أخرى انتشر العنوان البارز كالنار في الهشيم ولأن أخبار من هذا القبيل سرعان ما تفزع المقربين من الشخص المعني بالشائعة سارعت الفنانة التي بصمت على علو كعبها بالدراما المغربية إلى التوضيح وإزالة اللوبس فاطمة الزهراء بن ناصر نشرت ستوري قالت فيها إن خبر إصابتها بمرض السرطان غير صحيح ودعت للمرضى بالشفاء كما وجهت رسالة محبة إلى جمهورها الذي كان قلقا على وضعها الصحي حلقتنا انتهت شكرا على المتابعة وإلى الملتقى